بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله النهاردة هعرض مشكلة الرموز الغريبة اللي بتظهر في بعض البرامج كبرنامج المفكرة بدل من المصوص العربية أحيانا لما نفتح برنامج كبرنامج المفكرة بتظهر لنا هذه النافذة برموز غريبة ولنا نعرف معناها هذه المشكلة ممكن أن تنتج بسبب تغير في إعدادات لغة النظام أو تغير في اختيار المنطقة أو الأقليب الغير العربي أثناء تثبيت النظام حل المشكلة دي نذهب لقائمة إبدأ ثم لوحة التحكم نختار المنطقة واللغة ثم نختار التبويب الإداري وأخيرا نختار تغيير اللغة المحلية إن شاء الله نبدأ نذهب لقائمة star نختار control panel ثم المنطقة واللغة region and language نختار آخر تبويب تبويب الإداري administrative تحت نلاقي change system تغيير في لغة النظام هنغير current system هنغير في لغة النظام مستخدمها حاليا باللغة العربية أو الإنجليزية ثم نضغط موافق أوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى الاجتغ geri